طيب خلينا نروح للأخبار أخبارنا النهاردة طيب رجال كرة السلة يتأهل السلة للنادي الأهلي يتأهل لدور الثمانية في البطولة العربية الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي يتأهل إلى دور الثمانية من منافسات البطولة العربية للأندية المقاومة في الكويت بعد تغلبه على فريق أهلي حلب السوري بنتيجة 87-76 في لقاء الذهاب في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم في دور الستاشر من البطولة استهل فريق رجال سلة الأهلي مشواره في البطولة بالفوز على الميناء اليمني بنتيجة 132-53 ثم تغلب على الغرافة القطري بنتيجة 18-59 قبل أن يفوز على رياض اللبناني بنتيجة 88-71 ويتصدر مجموعته نفاذ 85% من تذاكر السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مجلس أبوزابي أعلن اليوم نفاذ 85% من تذاكر مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري والمقرر إقامتها في دورة الإمارات العربية المتحدة كلاتنبرج يعقد سلسلة اجتماعات مهمة قبل انطلاق الدوري أتمنى أن هذا يحصل يبدأ الإنجليزي كلاتنبرج في عقد سلسلة من الاجتماعات مع جميع مدير الكرة بأندية الدوري المصري الممتاز وكذلك مقدم البرامج الرياضية ومعلق لمباراة كرة القدم لشرح آخر تعديلات قوانين كرة القدم ويسعى مارك كلاتنبرج خلال اجتماعه المقبل توضيح كيفية اتخاذ القرارات الخاصة بحكام الفيديو المساعد الفار كلاتنبرج يحاضر حكام الدوري استعدادا لانطلاق البطولة أيضا ميكالي ينتظر مواعيد الدوري لتحديد انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي آخر خبر معانا النهاردة رابطة الأندية المحترفة تعلن قائمة المواد الممنوعة في مباريات الدوري العام المصري مؤشرات الليزر وعبوات الطلاق العاب النارية والشعلات السجائر والمداوخ والسجائر الإلكترونية الأبواق التي تسبب دجيجا مرتفعا بطاريات وأدوات الشحن المظلات وعصة السيلفي لفافات الورق الأسلحة والمتفجرات والأدوات الحدة العبوات والأكواب الزجاجية والمعدنية الكحول والمخدرات المواد العنصرية مثل القمصان والأعلام طائرة الدرون المواد الترويجية والإعلانية الكرات بمختلف أنواح دي سلسلة القائمة الممنوعات اللي هتبقى موجودة في الدوري العام المصري ترجمة نانسي قنقر